نحن الآن في كل تطيب هذا الموقع كان مع ميليشي الحوثي وصالح قبل ساعات من الآن لكن المقاومة دحرتهم منه وفي المجاور هنا البنك المركزي الذي سيطرت عليه المقاومة الجيش الوطني خلال الساعة الماضية أيضا وبجوار هذا البنك المركزي يقع قصر التشريفات ما يزال بيد ميليشي الحوثي وصالح لكن من المتوقع أن الساعات القادمة سوف تقوم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالسيطرة على هذا القصر وكذلك على معسكر التشريفات والمناطق المحيطة الأفراد هنا يتأهبون من أجل التقدم خلال الساعات القادمة لدحر الميليشية من محيط القصر الجمهوري ومن مواقع أخرى معنا هنا بعض القيادات والأفراد مرحبا ما الذي دار خلال الساعة الماضية وماذا تنون خلال الساعة القادمة بداية نترحم على شهدائنا الأبرار ونسألنا الله سبحانه وتعالى أن يشفي قرحانا ويفوك أسرانا دارت قبل ساعات تحرير وإسقاط مربع مدرسة صلاح الدين مرورا بالبنك المركزي لإنشاء التعمير وكذلك المباني المطلة على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ونحن اليوم أو الآن في هذه اللحظة في استعداد تام لتحرير ما تبقى من المباني المقاورة للقصر الجمهوري نشكر القائمين على هذا التغطية الإعلامية ونشكر القيادة وجميع من قاموا وسندوا المقاومة نعم إذن كما يبدو أيضا أن الساعات القادمة سوف تكون عصيبة وسيكون هناك انتصار للجيش الوطني والمقاومة الشعبية للسيطرة على بقية هذه المناطق وعلى معسكر التشريفات وبقية المناطق المجاورة بلال الصبر الإخبارية